بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم النهاردة هنتكلم عن مشكلة بيعاني منها كل الكل يعني ما بتستقتصرش على النساء ولا الفتيات ولا رجال الكل بيعاني منها المشكلة مشكلة تشقق الكعبين او وجود خشونة وتشققات احيانا بتبسق موجودة في رجبتين وفي الكعين يعني المناطق اللي هي المفصلية اللي في الجسم اللي هي بتتعرض للاحتكاج دايما يعني فيه انسان او انسانة ممكن فيه اعمال مكتبية او وظيف طبيعة عمله انه هو على مكتب او اي امر من امور دي فبيتعرض ان يبقى فيه منطقة الكوع مثلا منطقة الرجبتين خشونة الخشونة دي بتسبب بعد كده تشققات لان الخشونة بيبقى فيه طبقة من الجلد الميت اللي هو مفيش فيه نشاط الطبقة ديها تناشفة ومفيش فيها حركة يعني مفيش فيها تغيير ولا تجديد فبتحصل فيها تشققات نتيجة اللي ان هي كمان مفيش ملهاش تغزية فعدم وصول التغزية لها فبتبقى ميتة فبتتشقق زي منطقة الكعبين الدليل على كده ان انا مثلا لما في الحمام بنتأخر شوية في الحمام يعني الوقت يطول حبة وبنلاقي منطقة الكعبين بنفرج حاجة كده بيحصل بيطلع الجلد الميت ده اللي هو بيشلوه في سأل الجسم في المقاشرات لكن ده جلد بيبقى ساميك شوية نظر ان المنطقة دي بتتعرض لضغط عالي يعني فعليها تحمل شديد فبيحصل تشققات التشققات بتبقى في داير الكعب جاية بشكل صعب ومنها تشققات حميقة واحيانا بتنزف دم وبتسبب قلم شديد لللي بيتعرض للمسألة دي دي اساسا بتكون نتجة من يعني ضعف في البشرة وكلها في السوين وكلها في تناول الخضروات والفواكه العلاج بتاعها النهاردة مجربة قديمة يعني قديمة قديمة يعني مش كلام ولا كده بتعتمد على كم عنصر يعني سهلين ومتواجدين عند الكل وخاصة هنلاقيها في منطقة المغرب العرب وفي شمال إفرقيا اللي هو اسمه السندروس السندروس اللي هو ده ده السندروس وزيت الورد والفزلين الأبيض الفزلين الأبيض أي نوع من أنواع الفزلين بس يكون خامي يعني ما يكونش مضاف إليه مواد تانية والجليسرين طبعا احنا تكلمنا كتير عالجليسرين وبدخل في أغلبية المجربات المقادير بتاعته معلقتين كبار فزلين أو ميت جرام ومعلقة دهن ورد أو زيت ورد حسب البلد في بلد تقول دهن الورد وفي ناس يقولوا زيت الورد ومعلقتين جليسرين هنبدأ نحط الخلطة طبعا السندروس هو لو على حالته بيبقى كتل زي اللي شوفنا قبل كده لكن هنا دهن حنا فلازم يكون مطحون كده عشان نعرف نتعامل معه هنا الميت جرام أو المعلقتين الكبار الفزلين أحط عليهم معلقتين جليسرين كده احنا حطينا الجليسرين معلقتين كبار نبدأ نقلبه بالراحة كده هو يبقى لازج شوية في الاول هنحط عليه طبعا احنا في البيت أو ست البيت أو اللي يكون في البيت بيبقى التعامل أسرع من نسبة للتعامل معينة هنا كده هنحط معلقة زيت الورد طبعا معروف معروف فواد دهن الورد أو زيت الورد للبشرة مرطب مغزي مضاد للخشونة يعني بيعطي للبشرة النضارة ورونة جميل وحيوية كل ما نقلب كل ما نحس ان هو بيعطي لنا شكل كده يعني ما بيعطيش تقليب جيد لو اخد تقليب جيد هو ياخد مني حوالي خمس دقائق تقليب في البيت انت ما نقلبها لو فيه حتى مضرب خفيف اللي هو المضرب الكهرباء ده يكون بس يكون اللي هو الحجم الصغير ما يكونش الرياش بتاعته كبيرة ده بيكون التعامل معاه أسرع من التقليب بالمعلقة العادية كده أو بأي شيء تاني يعني لانه يبقى فيه سرعة وفيه تعامل معاه سريع يعني هنبدأ هنا نضيف الصندروس المطحون التدريج وارجع تاني نعمل التقليب بالراحة وما فوق كنت اضيفه شوية بشوية وقل بشوية بشوية لقل بس عشان الوقت يعني نختصر الوقت مع بعضنا عشان يبقى كله شاف انا ممكن بس نقول هي المقادير اللي كان بنحاول نعمل العملي عشان بعض الناس بتسأل بيكون برضو شيء غريب هو ما عملوش قبل كده كان احنا بالنسبة لنا مرينا بيها انا عملتها بشوكة لان الشوكة مش هتشيل كتلة وفي التقليب هتكون اسرع من المعلقة وتخلطها كويس بدأت تظهر كل الشوية بتبدأ تظهر للمعالم بتاعتها او الشكل النهائي بتاعه يبقى عامل ايه سندروس ده فويده عظيمة اصلا للبشرة ولو بتدخل في علاجات كتير يعني هنتكلم عنه كتير بعد كده برضو في امور كتيرة لو انا حسيت ان هو ناشف زيادة ممكن ازود له شوية جليسرين يعني ما جليسرين او حاجة عشان يطر يه حبة كده انا زودت معلاج جليسرين او حاجة كلازا حسيت ان هو يابس لو حسيت ان هو اللازج عادي ولاين عادي خلاص ما فيش مشكلة وبستمر في التقليب ده 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 في النهاية اللي احنا وصلنا له ده اللي احنا وصلنا له في النهاية وده المطلوب ها عم برضو الاوليبنا شوية بكون اكتر يعني شوية اكتر كمان يكون افيد ويكون افضل لانه بتبتزك كل العناصر بتاعة المجربة بتاعنا طريقة الاستعمال بقى طريقة استعماله هنا انا مش هجدين كده وخلاص انا لازم اطار الاول المنطقة اللي هي المصابة سوا الكعبين سوا الكوعين سوا ربتين ويفضل استعماله بعد الحمام يكون حمام طويل شوية وبالنسبة للكعبين يا ريت نستعمل اي نوع من انواع اللي هو الحجر اللي بنحك بيه الرجلي يعني بس بنحكش الحجر عن ناشف لأ بعد الحمام مغايب شوية او انا مش قادر اعمل حمام ممكن مسلا موضوعات شقوقات بتاعة الرجلي ديات بنحط رجلنا في اي طبق كبير كده بلاستيك فيه مية دافية ولو صابون شوية عشان نطري الجزء الخشن او اللي هي المنطقة الفاتة شقوقات دي بعد ما انطريها بنحكها في احجار يعني في حاجات حجر اللي هو العادي بتاع الزمان وفيه حجر جديد او حاجات حديثة بيد كده ممكن بحك المنطقة بالراحة بس ما حكهاش عكس الشق يعني لو افترض ان الشقه هو تليف كعب الرجلي هنا والشقه هنا هو احكها مع الشقه مش عكسه عشان ما وسعوهش وعشان ما زودش القلم فانا اخدها مع الشقه كده باتجاهي نفس الشكل ده كده اعملها ايجا على كعب كعب الرجلي كده بالحجر احكي كده في اتجاه ده اخف اكبر قدر ممكن من الجلد الميت بعد ما خف وجاف في الرجل كويس او المنطقة المصابة بنشفها كويس فوتا كويسة وقوم ايه داهن اه بعد ما بدهن بسيبه مسلا نص ساعة ولا حاجة وبعد كده بلبس عليه شرب قطنة او اي امر وبسيبه لغاية الصبح ما بتغسلش الا بعد ما قوم النوم ويفضل العمليات بتعمل قبل النوم على السنة انا اسيب الديهان فترة الليل كله على الرجل طبعا هو يعني يفضل في بداية في في الحالات الشديدة بالنسبة يعني الاستعمال يريد يوميا بيكون افضل طيب الحالة وسط ممكن اعملها يوم بعد يوم الحالة عادية يعني يعني ليه الخشانة العاديات ممكن اعملها مرتين في الاسبوع وبعدين موضوع اللي في الكوع او في الرجبتين او الكلام ده ده ممكن اعملها مرتين في الاسبوع اه واتمنى تكون الحالة عجبتكم واللقاء في حلقة اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته